هللت وسائل اعلام العدوان بالانتصارات المحدودة في محافظة الجنوب وذهبت للقول بان تحرير طنعا بات وشيكا لكن الغزاة السعوديين والاماراتيين اصطدموا بالجيش واللجان الشعبية في لعج وباتوا عاجزين عن تقدم خطوة واحدة التفاصيل في التقرير عمد العدوان السعودي وعلى مدى الايام الماضية على شن حرب اعلامية نفسية بغرض ضرب المعنويات واضعاف الجيش واللجان الشعبية واستبشر مرتزقة العدوان خيرا ففتحوا اكثر من جبهة في عدة محافظات وبمجرد تقدم العربات والمدرعات التابعة للعدو في الميدان حتى غرقت في المستنقع الذي حذر منه الخبراء وباتت الامارات تستقبل كل يوم جثث قتلها والمدرعات والاليات التي كانت تتباهى بها باتت في قبضة الجيش واللجان الشعبية واذا كان جيش العدوان الذي يحتفي به المرتزقة قد وقف عاجزا عن التقدم الكبير في المحافظات الجنوبية فكيف اذا فكر بالتقدم في المحافظات الشمالية وهي المشهورة بالوعورة الجبلية وقوة مقاتلها وبالتأكيد فانها اذا غامرت في ذلك فان اليمن سيكون من جديد مقبرة لغزاة العام 2015 وفي الميدان ايضا تختلط كل الاسئلة فكيف لجماعة الاخوان المسلمين ان تقاتل جنبا الى جنب مع الاماراتيين وهي الدولة التي تصنف الجماعة في قائمة الارهاب لكن مراقبين يرون ان الامارات بدأت في الفرملة ازاء التحرك صوب بقية المحافظات حتى لا يكون الاصلاح هو البديل واذا كان البديل هو صعود هذه الجماعات المتطرفة وسيطرتها على الارض فالواقع كشف حقيقة هؤلاء وشاهد العالم كله ما حدث في تعز من سحل وذبح وتنكيل بجثث الخصوم والمعركة الان باتت اكثر اهمية لليمنيين وهم يدركون جيدا ان الصمود في وجه العدوان والتصدي للغزاة والمرتزقة هو السبيل الوحيد لبناء الدولة القوية العادلة احمد داود قناة اليمن الفضائية صنعاء